خلال هجماتها العسكرية داخل الاراضي السورية اعتمدت القوات التركية على ميليشيات تعرف بالجيش السوري الحر كرأس حربة في الخطوط الامامية بدءا مما سميت بعملية درع الفراط عام 2016 وصولا الى عملية اطلقت عليها نبع السلام شرقي الفراط واعلن تشكيل الجيش السوري الحر عام 2011 واعيد تنظيمه في 2016 وتلقت عناصره تدريبات مكثفة على ايد عسكريين اطراق داخل الاراضي التركية كما ان عناصره تتلقى رواتبها من الحكومة التركية التي تمدهم ايضا بالاسلحة والذخيرة ويتألف الجيش السوري الحر من عدد من الكتائب قد يبلغ تعداد احداها ستين عنصرا تقريبا وتشكل الكتائب مجموعة من الالوية مثل لواء التوحيد وغيره ويشير مراقبون الى صعوبة التحديد الضقيق لعدد الجنود المنضوين تحت راية الجيش السوري الحر لكن التقديرات تشير الى ان عدد المقاتلين تجاوز اربعين الفا ويستخدم النظام التركي ميليشيات الجيش السوري الحر لخدمة استراتيجيته التوسعية في المنطقة ولتحقيق اطماعه في الشمال السوري وذلك عن طريق تعزيز النفوذ التركي من خلال تبني استراتيجية قائمة على تقوية الوجود العسكري المباشر ودعم عناصر محلية مسلحة مثل الجيش السوري الحر لضمان سيطرتها على المنطقة تمهيدا لضمها في المستقبل ترجمة نانسي قنقر